تزوجت عشرين مرة وبسببها رحلت الفنانة اسمها اسرار عن حياة الممثلة امين البارودي امين البارودي احدى ابرز الفنانات وسيدات المجتمع المصري خلال ثلاثينيات القرن الماضي وعلى الرغم من كونها واحدة من نجمات الظل او الصف الثاني في السينما المصرية الا ان مسيرتها الحافلة بالاحداث المثيرة للجدل منحتها شهرة كبيرة من الاشياء التي يجهلها البعض ان امين البارودي هي حفيدة السياسي والشاعر المصري الكبير محمود سامي البارودي الذي كان احد ابطال الثورة العرابية وقد شغل منصب رئيس وزراء مصر في فترة من الفترات اما اسمها الكامل فهو امينة علي فؤاد طلبة وتنتمي لعائلة ارستقراطية ثرية حيث كان والدها قنصلا للمملكة المصرية في سان فرانسيسكو عرفا عن امين البارودي مطالبتها بنزعي الخمار والحجاب عن النساء المصريات وهو ما اثار غضب الكثير من المصريين عليها فضلا عن ذلك فقد كان لها اهتمام كبير بقضايا المرأة ولطالما طالبت بالارتقاء بالمستوى الاجتماعي للمرأة المصرية ولهذا اصبحت احدى النساء القلائل الناشطات في مجال السياسة لم تحقق نجاحا كبيرا على الصعيد الفني واتهمها بعض النقاد باستغلال اسم عائلتها وجمالها للترويج لنفسها عرفا عن امينة البارودي المبالغة في الاهتمام بمظهرها واناقتها وكانت تواكب اخر صيحات الموضة الاوروبية واصبحت في ذلك قدوة لكثير من بناتي جيلها وقد تعرضت في احدى المناسبات لسيل من الانتقادات وكتبت عنها احدى الصحف بسبب مبالغتها في تجهيز نفسها خلال حضورها جلسات محاكمة زوجها احمد سالم فبدلا من ان يظهر عليها الحزن والتعاطف معه كانت تأتي الى المحكمة بفستان وقبعة جديدة في كل مرة احاطت بامينة البارودي الكثير من القضايا المثيرة للجدل فقد اتهمت بالخيانة وقيل انها عملت جاسوسة لصالح المانيا النازية اثناء الحرب العالمية الاولى حيث كانت على علاقة ما احد قادة الجيش البريطاني وعملت على استمالته مقابل الحصول على بعض اسرار القوات البريطانية عرفت حياة امينة البارودي العاطفية الكثيرة من التخبطات وعدم الاستقرار فقد ارتبطت بعدد كبير من الرجال يتهمها البعض بتعمد الزواج والطلاق من المشاهير اكثر من عشر مرات كي تزداد شهرتها وتكتب عنها الصحف والمجلات يقول البعض ان عدد زيجات نجمتنا بلغ عشرين زيجة زواجها الاول كان من الوجيه مصطفى رياض احد ابرز الشخصيات المصرية وهو حفيظ رياض باشا ولم تستمر علاقتهما لاكثر من سنتين ويحكى انها كانت شديدة التطلب منه حيث كان يدفع مبالغ ضخمة من الاف الجنيهات بسبب تفضيلها الاقامة في الفنادق الفاخرة بعد طلاقها من مصطفى رياض تزوجت من احمد طلبة باشا الذي كان والده محافظا للاسكندرية ثم ما لبثا ان انفصلا بعد فترة قصيرة الزواج الثالث لها كان الاغرب فقد تزوجت من الموسيقي ونجم الاوبرا الايطالي الشهير انطونيو انا لورو وفي تلك الفترة صدر مرسوم ملكي خاص من الملكة نازلي ملكة مصر لتمرير هذا الزواج بسبب عدم جواز تزويج المسلمة من المسيحي وفي عام 1947 رحلت امينة مع زوجها الى ايطاليا وجالت في عدد من البلدان قبل ان تنفصل عنه وتعود الى مصر وخلال زواجها في ايطاليا كانت نجمتنا محط اهتمام الكثير من الصحف العالمية وقيل ان الايطاليين القوا اللوم عليها عندما بدأ انطونيو يفقد صوته في الغناء الاوبرالي حيث اتهموها باجباره على السهر يوميا حتى الفجر مما تسبب بتراجع صوته وكانوا يلقبونها نتيجة لذلك بالاميرة يوم يوم بعد انفصالها وعودتها الى مصر تزوجت من احمد سالم الممثل الشهير والمذيع الاول في الاذاعة المصرية فكانت واحدة من النساء الكثيرات في حياته الى جانب كاريوكا واسمهان ومديح يسري وغيرهن شهدت علاقتها مع احمد سالم الكثير من المشاكل ولما كان الاخير قد تزوج من النجمة الكبيرة اسمهان التي وجدت مقتولة بعد فترة قصيرة فقد حامت الكثير من الشكوك حول تسبب امين البارودي في حادثة القتل ومن جانب اخر يعتقد البعض ان امينة كانت السبب الرئيسي لاغتيال اسمهان من قبل القصر الملكي المصري وفي التفاصيل فقد كانت اسمهان على علاقة مع احمد حسنين باشا الرجل الذي احبته الملكة نازلي وكان دائما ما يجتمعان في منزل البارودي التي يقال انها كانت تشهيل الملكة عن هذه المواعدات وتحردها على النجمة اسمهان في سنواتها الاخيرة امضت نجمتنا حياتها بين زواج وطلاق وكانت الكثير من علاقاتها مثيرة للريبة قبل ان ترحل عن عالمنا عام الف وتسعمائة وتسع وخمسين عن عمر ناهزة اربعا واربعين عاما بعد معاناة من سرطان نادر في العظام كانت نهاية نجمتنا مأساوية بكل معنى الكلمة فقد رحلت وحيدة محبطة بعدما اثقلتها الاوجاع ولاحقتها الاتهامات اشتركوا في القناة